بجوسفارو من يغلب على أقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروف الرحيم قد نرى تقلم وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافلن عما يعملون ولين فيد الذين أوتوا الكتاب في كل آية إما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعوا قبلتهم وما بعضهم بتابعوا قبلت بعض ولين اتبعت أهواءهم من بعض ما جاك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين أتيناهم الكتاب يعرفون وكما يعرفون بناءه وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون أن الحق من ربك فلا تكون أن من الممترين ولكل من وجهة ومولية فاستبقوا الخيرات أينما تكون ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لن حق من ربك أم الله بغافلين عما تعملون ومن حيث قرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني ولا يتهم نعمة عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونغص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإناه لراجعون أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفى والمرات من شعائل الله فمن حج البيت وعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلحنهم الله ويلحنهم اللاعنون إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك أتوبوا عليه وأنا تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفوا عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في غلغ السماوات والأرض اختلاف الليل والنار والفلك التي تجري في البحر مما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيئ بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذوا من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين منشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن الغوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض على لهم طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه أباءنا ولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء سم بكم حمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدمى ونحمى خينزير وموهي لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يتمع عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ولا عذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت الملاء لا حبه ذا بالقرباء واليتام والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام صلاة وآت الزكاة والموفون بعضهم إذا عاندوا الصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عخي أله من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه يحسن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياته يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر هادكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما يثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مصيم جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تفوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شار رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الجسر ولا يريد بكم الحسر ولتكملوا العدة ولتكبلوا الله على ما غداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشروا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروا هن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم ليبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتو البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن يعتدى عليهم فاعتدوا عليهم مثل ما عتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أخصرتم فما استيسروا من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مليضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقا أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسروا من الهدي فمن لم يجدوا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشخر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا ورفث ولا فسوخ ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أم تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تغلى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبوه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشلي نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويذخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم الكتال وهو كره لكم وعساء تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعساء تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج آله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت عمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغوة في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور خليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن من أنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن إن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك نرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولذجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم معروف وتسريحهم بأهسانهم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا إن يخافا فإن لا يقيم حدود الله فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما استدد به تلك حدود الله فلا تعفدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زون غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما يتراجعا إن ظنى أن يقيم حدود الله وذلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا تلقتم النساء فبلغنا جلهن فأمسكوهن المعروف وسرحوهن المعروف ولا تمسكوهن الضرار لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظه الله نفسه ولا تتخذوا عياته لا يهزوا وادقوا نحمة الله عليكم وما أمزل عليكم من الكتاب ومن حكمة يعرضكم به وابتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء علي وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعضوا به من كان منهم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلكم أذكالكم وأطهروا الله ويحلموا أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتهم الرضاعه وعلى المولود له لثقهن وكسوهن بالمعروف هذا كلف نفسهن له أهلا تضار والدتهم بولدي ولا مولود اللوب ولدي وعلى الوالد مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاورين فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما فأردتم به من خطبة النساء أو اكنمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن فرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا قدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاعذروه واعلموا أن الله غفور حليب لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقسر قدره متاعا بالمعروف حقا على المصرين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فرضتم ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا ورقبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقيل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهو ملوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو قد على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم ترى إلى الملئ من بني إسرائيل من بعض موسى إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا وما لن قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن آية إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابود فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك آية لكم إن كنتم المؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا تاقتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برجوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وغتل دابود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفزدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم